السلام عليكم يعطيكم العافية عزيزاتي طالبات الصف الخامس زي ما بتعرفوا احنا مستمرين بيونت 11 اليوم رح يكون عندنا درس قواعد صغير خلينا نتعرف عليه مع بعض ونشوف عن ايش بحكي درسنا يا صف خامس اليوم بحكي عن reported speech reported speech يعني الكلام المنقول احنا بنستخدم هذا النوع من القواعد لما بدنا نقول كلام شخص لشخص تاني يعني حدا حكى جملة انا بدأ انقلها لشخص تاني ممكن انه ما سمع يسألني اش حكى الشخص هذا وانا بدأ عيد كلامه زي ما انتوا شايفين في هذا المثال عندك هذا ال dog حكى I'm happy انا سعيد فما نقلوا جملته وحكوا he said he was happy هلا خلينا نتعرف عليه اكتر من خلال جمل نشوف كيف نحولها لreported speech طبعا اليوم احنا لحنتعلم الجملة الموجودة عندي في حالة present symbol هو المضارع البسيط كيف تتحول لreported speech يعني كلام منقول الجملة الاولى I am fat انا سمينة هون جين حكت انه هي سمينة فانا ما سمعتها مني حسألت حدا ايش حكى جين فرد علي وحكى لي جين said that she was fat جين قالت بانها كانت سمينة اذا عندي جين بنت عشان هيك الضمير I الموجود عندي بالجملة فوق حولته لشي لو كان عندي اسم ولد بحول I لهي هون لازم انتبه اني بدأ احول الضمير كمان مش بس الفعل عندك الفعل am am و is بتحولوا في الماضي لواز فاستخدمت was وفات بتظلها مثل ما هي الجملة الثانية the film is interesting الفلم رائع هون سام اللي حكى هاي الجملة سام سيد قال لسام that the film ما بشتغل فيها اشي از بتتحول بالماضي لواز وانترستينغ تنزل بمثال ما هي اذا سام سيد that the film was interesting the cakes are delicious الكعك لذيذ ميك سيد that the cakes ميك قالت بان الكعك كار بحولها لوير لانه ماضي ار وير ودلشيس بتظلها مثال ما هي قالت ميك بان الكعك كان لذيذن طبعا هون كلمة ذات اختيارية ممكن تحطيها وممكن ما تحطيها هذا اشي عادي ان شاء الله انها تكون القاعدة عندكم صارت مفهومة يعني انا از عندي am او is بالجملة بحولهم لواز بالماضي واز عندي r بحولها لوير ترتيب الجملة ابدا ما برعب فيه بس بتطلع على الضمير يعني از انا عندي الضمير i لازم احوله لهي او شي حسب الشخص اللي بنقول الكلام جين او مثلا ميك او سام حسب ولد او بنت اما الفعل فبحوله مثل ما حكيت لكم لفعل ماضي وبقى الجملة بضل مثل ما هو خلينا هلا يا حلوات اروع لكتابنا الويركبوك ونشوف ايش مطلوب منه بالضبط او كينو الويركبوك بجوان هندرد فور فتحي لك تابك الوير صفحة مية واربعة كوستشن نمبر وين بحكي لك كامل تسنتنسيز وذ واز او وير هون ديك تكملي الجمل باستخدام واز او وير طبعا احنا بنعرف استخدامهم حكينا هي وشي واتو اي بياخد واز دي وي وي ويو بياخدو وير الجمل واضحة بتقرئيها استخدمي الفعل المناسب كوستشن نمبر تو بحكي لك شوف ايش حكي هدول الولد والبنات عن مدرستهم طبعا جملة الاولى والثالتة والخامسة حكاهم الولد والثانية والرابعة والسادسة من البنات خلينا نشوف الجملة الاولى قال الولد المبنى قديم يعني مبنى المدرسة قديم فحكينا هي سيد او بتقدري تحكي الجهة التانية البنة قالت المدرسة جميلة فمنحكي شي سيد لانها بنت دا سكول بنزلها عادي الفعل از ماضي واز فبحط مكان واز وبيوتفول بتنزل متل ما هي فبتصير شي سيد دا دا سكول واز بيوتفول هلا عزيزتي مطلوب منك انك تحلي هاي الصفحة وتبعتيلي الحل على نور اسباس وازع عندك اي استفسار كمان بعتيلي عن نور اسباس وانا رح ارد عليك ويعطيكم الف عافية حسن استماعكم